في إطار الاهتمام الذي يليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهدنا بالقائد الأعلى أنا بالأول لرئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع كافة أبناء البحرين استقبل السمو حفظه الله في مجلسه الإسبوعي بقصر الرفع مساء اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة أفراد العائلة الملكة الكريمة والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديات وعددا من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية وعددا من أفراد المجتمع وقد رحب سمو حفظه الله بكافة رواد مجلسه الإسبوعي والذي يجسد صورا من التواصل والذي يحرص عليه المجتمع تكريسا لإسنة الآباء والأجداد ونهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى وترجمة للروح الأصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة وقد أثنى الحضور على حرص سموه بالالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم وما يشكله المجلس من صرح جامع لكافة أبناء المجتمع في صورة تعكس هوية البحرينيين التي جبلت على المحبة والخير منوهين بجهود القيادة الحكيمة في تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم وتأمين الحياة الكريمة للمواطن ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر